السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ما الآيات التسع التي أعطاها الله لموسى هنا فيه سؤال ما هي التسع آيات لم يقل الله سبحانه وتعالى تسع معجزات ولكن سمها الله تعالى آيات ولم يسمها معجزات الآية الأولى هي العصى العصى انقلبت حية أما الآية الثانية هي اليد اليد تصير بيضاء من غير مرض رقم ثلاثة أو الآية الثالثة الطوافان ماء أغرق الزروع وأتلفها أما الآية الرابعة هي الجراد الجراد أكل الزروع والصمار هجم على الزرع وأكله لأن أكبر حاجة بتدمر الزروع هي الجراد أما رقم خمسة الآية الخامسة آئل قمل القمل آذى الإنسان والحيوان وأفسد النباتات أما الآية السادسة اللي هي الضفادع الضفادع ملأت بيوتهم وآنيتهم أما الآية السابعة هي الدم الدم صارت أنهارهم وآبارهم دما الآية الثامنة اللي هي السنين وهي قحت الأرض بسبب قلة الأمطار أما الآية التاسعة هي نقص الصمرات اللي هي قلة الثمرات وقيل الثامنة والتاسعة هي حل عقدة من لسانه الله رب حلو العقدة من لسانه ليفقه قولي سيدنا موسى ويقال أيضا التاسعة هي فلق البحر أن كل فرق صار كالطور العظيم يعني كالجبل العظيم عندما شق سيدنا موسى بعصاه البحر ليمر به ويغرق فرعون الله سبحانه وتعالى في هذه المعجزة الكبيرة وأوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة شاهدها بنو إسرائيل كضرب الحجر بالعصى وخروج الأنهار أيضا الله سبحانه وتعالى أعطى لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام المن والسلوى والتضليل بالغمام وغيرها وهذه الآيات التسعة هي التي رأاها فرعون دمتم في أمان الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر